السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سداد ستمية خمسة وسبعين جنيه ايه الكلام ده لك سبع اجراءات اللازم تتبعها لو التابلت تتسرق وزادة رباية تعليم قايت لك فيه اجراءات مطلوبة للطالب في الصف الثاني الثانوي لو التابلت بتاعه استرق او فقد او حرق تمام وهتنطلق المتحنات خلاص في 11 يناير فلازم يكون معك التابلت طب ايه بقى هي ديت اللي انت هتعمله لو التابلت استرق او اتفقد او اتحرق هتجيب صورة طبق الاصل من محضر الشرطة هتجيب صورة طبق الاصل من اكرار استلام التابلت هتجيب صورة طبق الاصل من ايصال سدادة التأمين هتقدم اسبات قيد للطالب حديث هتجيب صورة من شهالة ميلاد الطالب او بطاقته هتجيب صورة بطاقة ولي الامر وهتسدد 695 جنيه بخزينة الوزارة سبع حاجات لازم تعملهم لو التابلت استرق او التابلت بتاعك فقد او التابلت اتحرق دول بس اللي ينفع هتقدم فيهم الكلام هتقدم سبع حاجات هتجيب صورة طبق الاصل من محضر الشرطة وهتجيب صورة طبق الاصل من اكرار استلام التابلت وهتجيب صورة طبق الاصل من اصال سدادة التأمين واسبات قيد للطالب وشهالة ميلاد الطالب او بطاقته صورة بطاقة ولي الامر واهم حاجة هتدفعها ما تنساش 675 جنيه ده في حال فقدان او سرقة التابلت او حرق التابلت لكن لو بايدك انت اللي عملته تبقى مشكلة جامدة جدا ربنا نسترها هنتظركم في كل جديد واكيد على قناتكم قناة اجيال الاندلس هنشر خبر حتى اعمل في ايه ده ودعمنا في قناتنا التانية اجيال الاندلس منوعات وي فور كيتز هسيبلك الروابط اسفل الفيديو في امان الله